عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اجتماعاً دورياً برئاسة محافظة المحافظة نبيل شمسان لمناقشة الأوضاع والمسجدات العسكرية والأمنية والخطط المتعلقة بالعام الجديد 2021 وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية أكد المحافظة شمسان على أهمية ترتيب الأولويات المتعلقة بخطط الأداء لما فيه تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق مؤشرات ملموسة في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وشدد المحافظة شمسان على رفع وطيرة التعاون والتنسيق بين الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية لتنفيذ مقررات اللجنة الأمنية الهدفة إلى معالجة الإشكاليات وإنهاء المظاهر السلبية والتركيز على حشد الجهود لاستكمال التحرير وفك الحصار الجائر وتحقيقه تطلعات أبناء المحافظة في الأمن والاستقرار وتجاوز المعاناة الإنسانية الناجمة عن استمرار الحرب وإفرازاتها من جهته أكد قائد محور تعزل واروكن خالد فاضل أن العام المنصر كان موجعا للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران حيث تكبدت خسائر فادحة في الأرواح منها قيادات ميدانية مهمة وتدمير عشرات المعدات العسكرية مشيرا إلى مخرجات المؤتمر السنوي للجيش الوطني وتدشين فعاليات العام القتالي الجديد بروح معنوية وانضباطية عالية